حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز بن عثمان الرحبي قال سمعت عبد الله بن عامر الألهاني قال دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فرأ الناس يصلون في مقدم المسجد فقال مرؤون ورب الكعبة أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاعا لها ورسوله فأتاهم الناس فأخرجوهم قال فقالا إن الملائكة يصلون من السحر في مقدم المسجد